يبدو أن حفرة دعائم الأساسية لإنشاء مطار في المكسيك قد يخفي مفاجآت أحياناً كان آخرها اكتشاف عظام من حوالى مائة ماموث وأنواع أخرى من الحيوانات من حقبة ما قبل التاريخ في موقع المطار الجديد المنتظر في زومبانغو في ضاحية العاصمة الفيدرالية مكسيكو سجلنا حتى الآن 194 نقطة اكتشاف أعثرنا على أكثر من مائة حيوان من المموث والجمال والخيول والبيسن والسمك والطيور والضباء وأدى هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى أبطاء أعمال إنشاء المطار من دون أن يوقفها غير أن السلطات تؤكد أنها تراكب المكان بدقة للتأكد من الحفاظ على البقايا المكتشفة ثمت 41 خبيراً يشرفون على 350 عضواً في هيئة الدفاع الوطني خلال نشاطات الاستكشاف ويعود تاريخ هذه الحيوانات إلى حقبة غابرة تراوح بين 10 ألاف سنة إلى 25 ألفاً ترجمة نانسي قنقر